اشتركوا في القناة فأول مثال عندنا طبعا هذه الأمثلة راح تركز على Transmission Parameters أو ABCD Parameters والH Parameters تمام فالمثال الأول راح نستخرج Transmission Parameters طبعا قلنا بالمرات الدوار المعقدة صعوبة نستخدم الطريقة الأولى طبعا نقدر نستخدمها بكل الأحوال بس شمرات صادفنا صعوبة فأنت مخير تستخدم أي طريقة الطريقة الأولى أو الطريقة اللي راح نستخدمها الآن المفروض أنه يعطى النفس النواتج هذه الطريقة احنا شرحناها بالمحاضرة السابقة تعتمد أنه نبسط المعادلات بحيث نوضحهم بصورة مثلا احنا عدنا بال عدنا بال بالABCD Parameter الV1 تساوي أنه الA في الV2 زائد الB في الI2 الI1 تساوي أنه الC في الV2 زائد الD في الI2 راح نبسط نوجد معادلات بدلالة يعني بهذه الصورة فالمعاملات اللي راح نستخرجها راح تكون هنا تمثل لنا قيم الA والB والC والD فعدنا أول مثال هذا مثال طبعا احنا نقدر نحلها بالطريقة الأولى ذات الذكرون ونقدر نحلها بالطريقة الثانية احنا الطريقة الأولى أشبعناها يعني أمثلة احنا الآن نحاول على الطريقة الثانية فالطريقة الثانية راح نستخدم المش اناليسس فمثل ما قلنا نفرض التيارات هذه التيارات طبعا هنا مفروض I1 عدنا وهنا الI2 أنا ما أفضل بهذه الطريقة يعني نفضل نخليه يعني بنفس اتجاهات التيارات ونقول عليه ناقص I2 دلالة انه عكس اتجاه لأن الI2 هذا الاتجاه اللي فرضنا عكس الاتجاه طبعا بالمثال ما أخذ بنفس الاتجاه بس بالمعادلات بعدين من نخليها خليها سال فأنا بالمباشر أخليها عكس الاتجاه وأقول أنه هو هذا عكس الI2 وأكتب معادلات فالمعادلة الأولى معادلة اللوب 1 اللي هو الI1 معادلة الI1 راح تكون عندنا الفولتية هي V1 طبعا خرجنا من الطرف الموجب الI1 في المقاومات اللي يمر بيها اللي هي الثنيا والواحد أو الواحد والثنيا فرح تكون فيه ثلاثة يعني نصير ثلاثة I1 ناقص المشترك اللي هي الثنيا فصير الثنيا I2 هذه المعادلة رقم واحد المعادلة رقم الثنيا نجي على التيارات اللي هو الI2 فنقول هذا احنا خرجنا من الطرف السالب فرح تكون سالب V2 تساوي ناقص المقاومات اللي تمر هي 2 في ناقص I2 يعني نصير ناقص 2 I2 ناقص I3 وايضا في المشتركات هذه رح نظرفها في سالب فرح تكون V2 تساوي 2 I2 زائد 2 I3 وهذه رح تكون معادلة رقم 2 تمام نستكمل I3 لوب I3 الأفضل نسمي المعادلات باسم اللوب I3 يمر بالمقاومات الثنين والواحد والثنين ما عدنا VOLT إذن صفر ما عدنا مصدر VOLT صفر فصير 5 I3 ناقص 2 I1 ناقص 2 ناقص I2 تمام فرح تكون صفر 5 I3 ناقص 2 I1 زائد لأن ناقص صفر زائد 2 I2 خليهن بدلالة I3 فرح تكون I3 تساوي 2 هذه موجة بنحولها للطرف بنحولها للطرف الثاني صفر موجة 2 I2 هذه تصير سالب ناقص 2 I1 على 2 ناقص 2 I2 الكل على 5 هذه معادلة رقوم 3 تمام الآن نجي إحنا نريد نتخلص من I3 حتى نخلي كل المعادلات هي بدلالة V2 والI2 فاشنسوي نتخلص من I3 فنعوض معادلة رقم 3 في 1 هذه I3 نعوضها هنا 2 2 I3 وليس I2 I3 وليس I2 فنعوض ها فتكون V1 تساوي ثلاثة ثلاثة I1 ناقص 2 I1 الإشارة السالبة تدخل على 5 زائد 2 على 5 I2 تمام وراح تكون عدنا المعادلة مثل ما نشاهد طبعا هنا عدنا اشار عدنا عفو هنا عدنا 2 قبل نسينا الثنين طبعا يعني الثنين في ثنين راح تصير 4 وهنا ايضا راح تصير 4 فتصير 4 على 5 تمام هذه نقص نطرح هذا المقدار فنقول يعني جد 15 على 5 ناقص 4 I1 زائد 4 على 5 I2 وتساوي لنا 11 على 5 I1 زائد 4 على 5 I2 تمام هذه استخرجنا المعادلة رقم 4 هذه راح تكون معادلة رقم 4 بعدين نجي نعوض 3 هذه المعادلة رقم 3 أيضا نعوضها بمعادلة رقم 2 2 V2 تساوي 2 I2 زائد أيضا راح نضرب 2 في طبعا بما أن إشارة موجبة ما راح تأثر فراح تصير 4 على 5 I1 زائد 4 على 5 I2 وأيضا هنا راح تكون 10 زائد 4 على 5 I2 زائد 4 على 5 I1 وراح تساوي 14 على 5 I2 زائد 4 على 5 I1 هذه معادلة رقم 5 تمام هذه معادلة رقم 5 لو نلاحظ بها أن I2 I1 V2 إذن من خلالها أقدر أطلع I1 بدلالة V2 وال I2 فأقول 4 على 5 I1 تساوي V2 راح تبقى نفسها ناقص لأن هذا حولنا لهذا الطرف 14 على 5 I2 تمام أضرب في 5 على 4 يعني مقلوب هذا فتصير 5 على 4 V2 ناقص 5 في 14 على 4 في 5 طبعا I2 طبعا اختصر 5 وي 5 فتصير 14 على 4 ورح تكون 5 على 4 V2 ناقص 14 على 4 I2 هذه المعادلة طبعا طبعا هنا هي بدلالة I1 هنا I1 هذه المعادلة هي شبيهة معادلة ABCD اللي هذا استخرجناها فمن خلالها نستخرج انه 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 تساوي لنا 5 على 4 وال D تساوي لنا ناقص 14 على 4 ناقص فلو ناقص 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 صار خطأ بجانا عفو هنا صار خطأ بالاشارة هنا من عوضنا هذه المفروض سالبة هذه المفروض سالبة هذه راح تكون خطأ هذه لين هنا هي ناقص فلنسينا ناقص شوف شارط ناقص تأثر يعني فرح تكون 10 على 5 وهذه راح تصير 6 على 5 وليس 14 على 5 هذا ايضا راح تكون 6 على 5 هذه راح تكون 6 ف6 على 4 راح تصير يعني 3 على 2 هذه راح تكون 3 على 2 فهذه راح تكون هي تساوي لنا قيمة C وهذه راح تكون ساوي لنا قيمة D فمثل ما نلاحظ بال بال matrix طبعا هنا الاشارة 2i على 4 المفروض راح تكون خارجة وليس خارجة داخلها داخلها فراح تكون نخلي نهمل الاشارة السالبة وراح ناخذها موجبة مثل ما مخليها في matrix هذه نفسها V2 ناقص وخليه 30 على 10 هذه راح تصير طبعا هذه راح تصير ناقص لأنه ناخذ العامل مشترك فهذه الموجبة ناخذ من العامل مشترك سالف هذه راح تصير ناقص هذه تصير ثمانية في I2 وراح تصير 11 على 4 V2 ناقص 33 ناقص ثمانية راح تصير 25 على 10 I2 اختصر على 5 هاي سير بها 5 هاي سير بها 2 فراح تصير 5 على 2 هذه قيمة A هذه قيمة V مثل ما استخرجنا 11 و 5 على 2 طبعا قلنا هنا الاشارة لأن I2 هو خارج من ال port فتاخذ الاشارة موجبة وليس سالبة هذا المثال الاول لل ABCD نجي للمثال الثاني اللي هو ايضا نحل بطريقة الترانسميشن نحلل الترانسميشن برامتر لكن الان نحلل الطريقة النود فعدنا هذا النود الاول وهذا النود الثاني نطبق على النود الاول فراح يكون هذا النود الاول داخله تيار قيمة I1 تمام تساوي الفولتية اللي هنا موجودة هي V1 على S طبعا هنا فالشغلة وحدة هنا بدلالة ال S يعني باللا بلاس وهذه التحويلات احنا نعرفها هذا الشيء الجديد ممكن ايضا نوجد البرامتر بدلالة ال S واضح فهنا النود هو V1 طبعا هو هنا V1 لان هذا هو نفسه هنا توازي فال V1 على يمن موجود موجود على S على الاندكتر وموجود على المقاومة فتكون 1 على S زائد 1 على 1 ناقص V2 ايضا توازي على النود 2 فراح ياخد قيمة V2 طبعا V2 مشتركة على الواحد نبسط هذي راح تكون I1 هذا ناخذ عامل مشترك فهذه راح تكون S زائد 1 على S V1 ناقص V2 هذه معادلة نقول رقم 1 معادلة رقم 2 بنص الطريقة I2 داخل النود اللي النود 2 وراح تساوي V2 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 قيمة التيارات اللي موجودة هو V2 1 1 1 على S تمام اللي هي هذه 1 على 1 على S الاندكتر زائد 1 ناقص ناقص V1 ايضا على 1 مشترك مقاومة 1 هذه طبعا راح تصير V2 1 على 1 يعني راح تصير S زائد 1 ناقص V1 أوجدنا قيمة I2 تمام احنا شو ريد نوجد ريد نوجد V1 تساوي T1 1 أو A في V2 زائد T2 1 2 عفو في I2 هنا البي وال I2 أو I1 هو T2 1 V2 ناقص أو زائد T2 2 I2 تمام فكيف نوجد نعوض معادلة رقم 2 هذه هذه قلنا معادلة رقم 2 نعوض ها في 1 1 هذه معادلة رقم 2 نعوض ها في 1 طبعا أول شي نبسط ها أو قبل لا نعوض إحنا هنا عدنا V1 معادلة رقم 2 عدنا V1 و V2 وال I2 نفس هذه المعادلة عدنا V1 و V2 وال I2 إذن أقدر مباشرة أستخرج من عدها V1 تساوي فمباشرة أقول V1 تساوي أحاولها للطرف هذا رح تصير موجبة وأجيب I2 لهذا الطرف يعني هذا هنا رح يصير وهذا هنا رح يصير فالصير S زائد 1 V2 هذا موجب رح يصير سالب ناقص I2 إذن أوجدنا قيمة T11 اللي هي أزعاد واحد والV اللي هي واحد أو T12 فهذا مثل ما هذه وهذه ناقص واحد تمام الآن نريد نوجد علاقة بين I1 نريد نوجد علاقة بين I1 والV2 والI2 إحنا عدنا الآن هذه نسميه هذه معادلة رقم 2 وليس هذه تمام فاش عدنا عدنا معادلة رقم 2 ورقم 1 ما عدنا غير هن فنجي هنا أنا موجود V2 وموجود I1 وراح نتخلص من V1 بدلالة V2 والI2 فمباشرة رح نستخرج فنعوض 2 في 1 فراح تكون I1 تساوي S زائد 1 على S V1 شو تساوي لنا S زائد 1 V2 ناقص I2 ناقص V2 تمام أدخل هذا الحد على هذا وعلى هذه فراح أقول S زائد 1 في S زائد 1 يعني نصير S زائد 1 لكل تربيع على S في S ناقص S زائد 1 على S ناقص هذه طبعا V2 هذه I2 ناقص V2 تمام ناقص نقدر نقول هذه S زائد 1 هي S تربيع زائد 2 S زائد 1 على S ناخذ ناخذ عامل مشترك V2 من هذا فراح تكون ناقص 1 في V2 ناقص S زائد 1 على S I2 تمام هذه نوحد المقامات طبعا راح ناخذ المقام الواحد هو عبارة عن S على S فراح تكون S تربيع زائد 2 S زائد 1 ناقص S الكل على S V2 ناقص S زائد 1 على S I2 وتساوي هذه الS راح تروح وي هاي 2 S تبقى S فراح تكون S تربيع زائد S زائد 1 على S V2 ناقص S زائد 1 على S I2 اوجدنا ايضا طبعا هنا هي عبارة عن I1 اوجدنا المعادلة I1 بالصيرة القياسية فهذه راح تمثل لنا T21 أو C وهذه راح يمثل لنا T22 2 أو LD ومثل ما تشوفونها بالماتريكس S تربيع زائد S طبعا هنا هذه الإشارة المفروض موجبة و S زائد 1 على S واضح انشاء الله هذه حل المثال الثاني حل المثال الثالث والأخير هذه طبعا Determined Hybrid Parameter for Network of Figure 7 طبعا هذه حلينا بطريقتين الطريقة الأولى اللي هي فرضنا أنه V1 ورح يمثل ال H1 1 في I1 زائد H1 2 في V2 والI2 هي H2 1 I1 زائد H2 2 V2 فالطريقة الأولى قلنا حتى نوجد قيمة ال H1 1 لازم نقول V1 أو H1 1 هو V1 تساو V1 على I1 عندما تكون V2 تساو 0 بنفس الطريقة ال H2 هي I2 على I1 عندما يكون V2 ساو 0 فنجي V2 وكيف رح نعمل ال H0 رح نخليها short circuit مثل ما احنا أنا مضح عمل short circuit عليها تمام من عمل short circuit هذه المقاومة الأربعة رح تنلغي لين قلنا التيار رح يمر بالطريق الأقصر اللي هو short وليس المقاومة فهذه رح تنلغي والدارة رح تكون بهذه الشكل هنا التيار short هو I2 فإذن I2 رح يمر بالثنين عوم وهذه واحد هذي 2 عوم هذي I1 هذي V1 الآن نريد نوجد علاقة ال H11 اللي هو V1 على I1 تمام اللي هو كيف نوجد V1 إلى I1 V1 إلى I1 هو يساوي الزت أمبت شون نوجد الزت أمبت أباعلها أصبح الزت كوفيلنت تمام فالثنين وإي الثنين توازي مع الواحد توالي ونوجد قيمتها مثل ما هنا واجدها الثنين هذه الثنين مع الثنين هذا قانون التوازي مع الواحد توالي موجد قيمتها الثنين تمام فقائل أنه V1 احتياد إحنا هذه V1 مباشرة أقدر أقول V1 إلى I1 هو يساوي الار كوفيلنت وأقول هي ثنين عوم تمام ال I2 أريد أوجد H21 اللي هو I2 إلى I1 تمام هنا عند I1 عند I1 عد هاي النقطة تقسم التيار إلى IA مثل ما حلينا سابقا و IB IA هو نفس I2 ولكن نشاهد عكس الاتجاه التيار فراح نقول I2 تساوي أنه ناقص IA وال IA قلنا ناقص طبعا نخلي ناقص IA هو قيمة I1 في 2 على 2 زائد 2 طبعا راح تكون قيمة ناقص نصف يعني I1 على 2 تمام أنا عندي أريد أوجد العلاقة I2 إلى I1 فراح تكون هو ناقص نصف يعني فقط أسوي وسطين في الطرفين وهذه أوجدنا قيمتها الآن نريد نجد قيمة H12 اللي هو V1 إلى V2 عندما يكون I1 إساو صفر وال H22 اللي هو I2 إلى V2 عندما يكون I1 إساو صفر فكيف نخلي I1 إساو صفر راح نخلي I1 إساو صفر إنه نخلي دارة Open Circuit فلما نخلي Open Circuit هذه المقاومة ما راح يمر بها تيار إذن راح تنلغي تمام يما نلغت يعني ما عليها Voltage Drop إذن V1 كلها راح تنتقل على المقاومة رقم 2 اللي هو راح تصير على المقاومة رقم 2 تمام فريد أوجد الآن H12 اللي هي قلنا V2 العفو V1 مع 2 أو نترك نحلل على الطرف V1 على الطرف V2 V2 وهذه هي نفس هنا هنا ما راح يمر تيار هنا التيار صفر مثل ما موضح تمام يما ما راح يمر تيار إذن المقاومة الواحد أوم وال I2 راح يجي التيار I2 يتقسم طبعا هنا قلنا يتقسم IA و IB فال IA راح يجي يدخل على المقاومة رقم 1 ويدخل على المقاومة رقم 2 إذن 1 و 2 إذا فات بين نفس التيار توالي تمام 1 و2 توالي توازي مع المعامن مع الأربعة الأربعة عليها يا ولتية عليها ولتية ال V2 تمام إذن الولتية الموجودة على ال 1 و2 هي يا ولتية ولتية V1 إذن V ما لل 1 آم زائد V ما لل 2 آم يساوي ال V2 تمام ال V ما لل 1 آم بعد number نوجدها. الفي ما للثنين عوم اللي هي الفي 1 الفي 2. إذن أستخدم قانون الفولتيج ديفايد الرول فالفي 1 تساوي الفي 2 في الفي 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 2 الفي 2 على 2 زائد 1 إذن الفي 1 V2 تساوي 2 على 3. أنا شريدا أريدا V1 إلى V2 فأقول V1 إلى V2 هي 2 على 3. ويساوي ال H1 2 ال H1 2 2 على 3. إذن نلاحظ النتيجة ال H1 2 طبعا طلاب هنا أكو خطة مطبعي. هذه المقاومة 2 أوم وليس واحد. رجان تصحيحة بالملزمة. إذن. فهنا راح تصير 2 على 2. وليس هذا أيضا. هذه مضبوطة 2. وراح تكون 4 على 2. 2 على 4. يعني 2 على 4. راح تكون 1 على 2. وراح تكون نصف. تمام. بس هادي بالملزمة صححوها هنانا. في شكل رقم 9. هذه 2 أوم وليس 1 أوم. تمام. الآن أجدنا قيمة V1 إلى V2. نريد نوجد قيمة ال H2 2 إلى V2. كل بساطة. نحن نجي نباوع على Z اكو فيلينت هنا. أو الزت ثفنين إذا تحب تسميها نفس الشيء. فش أشاهد قلنا الثنين مع الثنين هن تواضي مع الأربعة توازي. فالزت اكو فيلينت أو الزت ثفنين. الثنين توازي الثنين. تواضي الثنين يعني زاد الثنين زاد الثنين. توازي الأربعة. وراح تكون أربعة توازي الأربعة. راح تطلع ثنين أوم. إذا تحبون تستكدون أربعة في أربعة على أربعة زاد أربعة. ستعش على هذه أربعة. ستعش على ثمانية ويساوي ثنين. تمام. الزت اكو فيلينت هي شه تمثل؟ تمثل ال V2 إلى الآلتو المفروض. لكن احنا ش عدنا واللي هي تساوي ثنين. لكن احنا اش مطلب من عدنا؟ عدنا ال H22 هو ال I2 إلى ال V2. ففقط أقلبها راح تكون واحد على اثنين. ولو تشاهدون مثل ما وجدناها واحد على اثنين. طبعا هنا سيمانز. رجعنا لانتباه للوحدات عند الإجابة بالامتحان. بعدين طبقنا الطريقة الاحتيادية مالتنا. اللي هي استخدام دائرة نظريات تحليل الدوار الكهربائية. فبنظريات تحليل الدوار الكهربائية نفرض هنا تيار اللي هو فرضنا I1 وهنا I2. ومثل ما قلنا انا ما احبت هذا الشكل. احبت ان يكون بهذا الشكل. واقول هو ناقص I2. فراح اطبق المعادلات. راح اوجد قيمة اللوب اللوب الاول. اللي هو V1. ساوى ثلاثة ناقص واحد. اثنين I3. وايضا اوجد V2. وايضا اوجد المعادلة رقم ثلاثة. من خلالها راح اوجد I3. بدلالة I1 والI2. بعدين اطبق ثلاثة هذه المعادلة. اطبقها هنا. اعوض عن I3. وايضا اعوض راح تطلع معادلة. راح تطلع معادلة بهذا الصيغة. راح تطلع V1. بدلالة I1 والI2. وبعدين اجي تطلع طبعا معادلة رقم اربعة. اجي اطبق I3 بال معادلة رقم ثلاثة بالمعادلة رقم اثنين. طبعا لما اطبق ثلاثة باثنين. راح اشاهد انه عدي معادلة راح تتكون من V2. I2 و I1. I1. I2. V2. فمباشرة اوجد ال I2. لان احنا ال H برامتر هي V1. H1 1. V1. H1 1. I1. زائد H1 2. V2. و I2 تساوي انه H2 1. I1. زائد H2 2. V2. فهنا اوجدنا قيمتها بدلالة I2. واللي هي راح تكون مشابهة لهذه. من خلالها اجد ان ال H1 2 هي ال H2 1 ناقص نصف مثل ما وجدناه بالطريقة الولى. وال H2 2 هي نصف مثل ايضا ما وجدناه بالطريقة الولى. بعدين اجد اطبق لهذه المعادلة. الخامسة بالمعادلة الخامسة بالمعادلة الرابعة. لان المعادلة الرابعة هي V1 بدلالة I1 وال I2. انا اريد V1 بدلالة I1 وال V2. تمام? فكيف اتخلص من I2? عدة هذه المعادلة اللي استخرجتها جاهزة اعوضها واوجد قيمة ال V1. بعد ما نبسط المعادلة نوجدها نوع اثنين I1 زاعد نصف V2. ولو تقارنون هذه المصفوفة بالمصفوفة بالطريقة الاولى. المفروض نوجدهم متساويات ونفس الشيء. الى هنا تنتهي محاضرة اليوم. وايضا تنتهي مادة هذا الشابتر. اللي هي اخذنا بها الدوائر التوبورت نيتورك. وتحليلها. اتمنى لكم التوفيق مع التحيات.